تلقى حضرة صاحب الجلال الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعى برقية شكر وتقدير من معالي السيد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب لتفضل جلالته بافتتاح دور الإنعقاد السنوي العادي الأول من الفصل التشريعي السادس لمجلسي الشورى والنواب وقال المسلم في البرقية إن كلمات جلالتكم الكريمة وتوجهاتكم السامية مشاعر نستضيء بها على طريق الخير من أجل الاستمرار في العمل الوطني وتحقيق تطلعات جلالتكم حفظكم الله ورعاكم في خدمة الوطن والمواطنين ونحقق لمملكتنا العزيزة ما ترجونه لها من عزة ومجد وضف المسلم إن دعم ومساندة جلالتكم الدائمة لمجلس النواب النابع من إيمانكم العميق بمبادئ وأسس الديمقراطية سوف يشد من أزرنا ويقوي من عزمتنا حتى نكون أهلا لتحمل هذه المسئولية أمام الله وشعب المملكة الوفي واختتم معالي رئيس مجلس النواب بالابتهال إلى الله أن يديم على جلالة الملك المعظم حفظه الله نعمة الصحة والسعادة وأن يديم جلالته ذخرا للمملكة وقائدا لمسيرتها